ألف مبروك وصول القلاني أكثر من أربعمائة ألف مشترك وهذا الفضل يرجع لله أولا وأخيرا ثم بدعمكم المستمر وبهذا المناسبة حاب أقدم لكم هدية بسيطة جدا وهو عبارة عن جدوى الغذائي بهدف نزول الوزن وقبل فترة سويت تصويت عن النظام الغذائي اللي حابين نقدمه بهدف نزول الوزن والتصويت كان بصالح نظام اللو كارب فبهذا الفيديو بإذن الله رح نقدم جدوى الغذائي اللو كارب محسوبة السعرات الحرارية بهدف نزول الوزن لكن ما يميز هذا النظام بأنه نظام غير مكلف فرح يكون مناسب لكثير من الأشخاص ولكن من المهم معرفة أن الجداول الغذائية الجاهزة وأمثلة الوجبات هي رح تعطيك فكرة عن النظام الغذائي فهذا الجداول رح يعطيك فكرة عن حمية اللو كارب وكيف تتبعها وكيف تصمم النظام الغذائي الخاص فيك لأنه السعرات الحرارية قد تختلف من شخص لآخر حتى الشخص نفسه قد تتغير سعراته الحرارية بين الحين والآخر واللي أول مرة يسمع عن حمية اللو كارب فبشكل مختصر هو من الأنظمة مخوضة النشويات اللي تسمح لك بتناول كمية نشويات تكون بين 50 إلى 100 قرام في اليوم ولكن ما يميز هذا النظام بأنه النشويات اللي نتناولها هي نشويات قادمة من مصادر غذائية صحية مثل البطاطا الحلوة البطاطس الفواكه بجميع عنوعها والشوفان والدخن والكينوة أيضا البقوليات مثل الفول والعدس والحمص والبازيلا مسموحة بحمية اللو كارب وأكيد طبعا بهذه الحمية رح نتناول البروتينات في البروتينات من المصادر الغذائية إلى الجسم غير قادر على الاستغناء عنها أيضا بهذه الحمية رح نتناول الدهون الطبيعية الصحية لأنه أيضا هذه الدهون الطبيعية الصحية إذا الشخص امتنع عن تناولها فرح يدخل بمشاكل صحية وقد تكون مهددة بصحات الشخص فرح نختار بحمية اللو كارب الدهون الطبيعية الصحية ونستبعد الدهون الغير صحية فرح نستبعد زيوت الطبخ الزيوت النباتية التي تمت معالجتها ورح نستخدمها الدهون الطبيعية الصحية مثل زيت الزيتون زيت السمسم أو الدهون الحيوانية مثل الزبدة والسمنة وعشان نشرح هذا الجدول فرح نحتاج إلى الصبورة فليميز هذا النظام بأنه نظام لو كارب مخفض النشويات فبهذا الجدول رح نتناول كمية نشويات تكون بين 50 إلى 70 جرام باليوم وهذه كمية مناسبة جدا إذا كان هدف الشخص نزول الوزن أيضا ما يميز هذا النظام بأنه نظام مخفض السعرات الحرارية فتقريبا كمية السعرات بهذا الجدول لا تتعدل 1300 سعر حرارية باليوم فكمية النشويات والسعرات الحرارية المخفضة بهذا الجدول تسمح للشخص بتحقيق هدفه بنزول الوزن ومثل ما ذكرنا بأنه أهم ما يميز هذا الجدول بأنه نظام مخفض التكلفة فرح نختار أغذية غير مكلفة متوفرة لكثير من الأشخاص اللي تساعدهم بتحقيق هذا الهدف ولكن هذا الجدول غير مسموحة لفئات معينة من الأشخاص مثل إيش؟ مثل الحامل والمرضع فهذول الأشخاص يحتاجوا إلى كمية سعرات حرارية أعلى وكمية نشويات أعلى من أي وقت سابق فغير مسموح لهم الالتزام بهذا الجدول أثناء فترة الحمل والرضاعة أيضا بالنسبة للرياضيين فغير مسموح الالتزام بهذا الجدول المذكور بهذا الفيديو لأنهم يحتاج إلى السعرات حرارية أكبر وقد يحتاجون إلى كمية نشويات أكثر أيضا مهم جدا بالنسبة للأشخاص اللي يعانوا من مشاكل وأمراض مزمنة مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، اعتلال الدهون داخل الجسم فمن المهم جدا استشارة الطبيب المختص قبل البدء بأي نظام سواء هذا الجدول المذكور بهذا الفيديو أو غيره فمثل ما ذكرنا أنه ما يميز هذا الجدول بأنه نظام مخفض التكلفة وهناك ثلاثة أنواع من المغذيات هناك النشويات والبروتينات والدهون فبالنسبة للمصادر النشويات قليلة التكلفة رح نختار البطاطا الحلوة أو البطاطس رح نختار الفواكه أيضا رح نختار البقوليات فالبقوليات هي مصدر نشويات وبروتينات في نفس الوقت وعلى الأغلب تكون قليلة التكلفة مثل الفول الحمص والعدس أيضا ممكن تناول الشوفان بنظام اللوكارب فهو مخفض التكلفة وفي نفس الوقت غني بالمغذيات ومسموح بنظام اللوكارب أما بالنسبة للبروتينات فيعتبر المصدر الأكثر تكلفة فرح نختار مصادر مخفضة التكلفة قدر الإمكان مثل البيض والسمك أيضا الدجاج أما بالنسبة للدهون فأكيد طبعا رح نختار مصادر دهنية طبيعية ونستبعد بشكل كامل عن المصادر الدهنية المعالجة مثل زيوت الطبخ والزيوت النباتية المعالجة فرح نختار زيت الزيتون فيعتبر زيت الزيتون خيار صحي ومثالي والكميات ما رح نبالغ فيها بهذا الجدول فملعقة واحدة إلى ملعقتهم باليوم كافية جدا فتعتبر هذه الكمية معقولة جدا وغير مبالغ فيها أيضا ممكن اختيار مصادر دهنية مخفضة التكلفة مثل الطحينة الطحينة أو طحين السمسم تعتبر مصدر الدهون طبيعي صحي وفي نفس الوقت مخفض التكلفة وبهذا الجدول رح تتناول وجبتين باليوم وحاول تكون بين الوجبة الأولى والثانية مدة خمسة إلى ستة ساعات وبعد الوجبة الثانية الأخيرة باليوم حاول الالتزام بالصيام فترة 16 ساعة وبعد السادسة عشر تناول الوجبة الأولى في اليوم فالساعات الصيام اللي رح تقضيها بعد التناول الوجبة الثانية أيضا ساعات الصيام اللي تكون بين الوجبتين فعالة جدا بتحقيق الهدف بنزول الوزن لأنه بهذا الفترة رح تسمح للجسم بأنه ينشغل بحرق الدهون المخزنة داخل الجسم واستخدامها كطاقة طب فينا الجدول الغذائي الجدول الغذائي مكتوب في صندوق الوصف ممكن الاطلاع عليها ومثل ما ذكرنا بأنه هذا الجدول ممكن ما يناسب الجميع ولكن تعطيك فكرة عن حمية اللوكارب وطريقة الالتزام بها بكذا نكون انتهينا فإذا عجبك الفيديو أتمنى الضغط على زر الإعجاب وإذا ما كنت مشترك بالقناة فيسعدني ويشرفني الاشتراك بهذا القناة لأنه بهذا القناة نهتب أكثر بالمواضيع التي تهم خسارة الدهون والسرجاع الصحة ويأتيكم الفعافية